قبل انطلاق الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لاختيار مرشحه لرئاسة عام 2024 يدب الانقسام في الحزب أكثر من أي وقت مضى وذلك بعد أن دخل المتنافسان الرئيس السابق دونالد ترامب وحاكم ولاية فلوريدا رون دي سينتس في مواجهة مفتوحة حد الصدام بعد أن كان حليفين مقربين حاكم فلوريدا الذي لم يعلم بعد نيته خوض الصباق رد على انتقادات ترامب ساخرا حيث ذكره بقاعدته الشعبية الواسعة التي أعادت انتخابه في فلوريدا بأغلبية ساحقة على عكس ترامب الذي فشل في إعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة في عام 2020 وكان ترامب هاجم حاكم فلوريدا خلال فعاليات حملته الانتخابية الأسبوع الماضي وتباهى خلالها بتقدمه على دي سينتس في العديد من استطلاعات الرأي الأخيرة بفارق 19 نقطة كما اعتبر الرئيس السابق أن منافسه المحتمل مدين له بمساعدته في حصوله على منصب حاكم فلوريدا معتبرا أن مجرد تفكير رون دي سينتس في الترشح ينم عن خيانة وعدم وفاء علاقة ترامب بدي سينتس تعود إلى عام 2018 عندما ساعده على الفوز بمنصب حاكم فلوريدا قبل أن يتباعد تدريجيا لا سيما خلال الانتخابات النصفية الأخيرة للكونغرس وعلى الرغم من هجوم ترامب لا يزال دي سينتس في موقف قوي حيث تشير استطلاعات رأي أنه أكثر حضورا داخل قاعدة الحزب الجمهوري